ورجعنا لحضراتكم بعض الفاصل وحضراتكم بالتأكيد عايزين تعرفوا من دفتنا النهاردة هي ضيفة طبعا معروفة بنشوفها كل يوم على شاشة القناة الأولى في البرنامج الشهير في الوطن العربي وفي كل الدنيا صباح الخير يا مصر يا أم الدنيا الإعلامية الشطرة اللي بتحب شغلها اللي اكتشفت بعد الجواز إن المطبخ سهل جدا كانت تسمع إشاعات قبل الجواز المطبخ صعب وهخش المطبخ أعمل إيه جوزة يحب يأكل من إيدي مش هيكل من إيدي حماتي وكذا اكتشفت بعد المطبخ إن المطبخ بعد الجواز إن المطبخ سهل جدا وبدأت تتعلم وتعمل كل الأكلات اللي بيحبها جوزة وأسرتها طبعا معنا الإعلامية الأستاذة بسانت الحسيني تفضلي يا أستاذة بسانت منورانا في بيتك الثاني ساك يا شاف أهلا كل سنة وحضرتك طيبة إيه لك في المقدمة الحالة أنا مبسوطة قوي وفعلا المطبخ طلع سهل بس بعد ما أنا شايفة قدامي ده حاسة هيبقى صعبة شايف حاجة خيرية؟ لا لا خالص خالص عامل إيه يا شاف ده حاجات يعني الحمد لله رب العالمين كل سنة وحضرتك طيبة كل سنة وحضرتك طيبة ومشاهدين بألف خير منورة الاستوديا ستك منورك أنا شايفك مغدودة قوي أنت متنديمي الصباح الخير يا مصري قوي مغدودة العالم كله بيبقى بيستنيه بفروق الصبري المطبخ بالنسب لي كان في الأول حاجة صعبة قوي كنت بخاف منه قوي وكان كل الناس بقى مخوفيني أنت طول عمرك بتعرفيش تعملي حاجة فلما تتجاوزي متوقعا ننسي يعني أول ما ادخلي المطبخ ستعرفي تعملي حاجة يعني حسك داخل اختبار بقى هو فعلا على الفكرة هو المطبخ طريق الوصول ليس لقلب الرجل بالعكس أنك أنت تكوني سعيدة بين أسرتك الفتيح السعادة هي المطبخ حقيقي احنا معنا مكونات النهاردة فحنا دائما بنسأل ضفتنا أو ضفنا هنعمل إيه النهاردة أنا بدوري عشان البرنامج أكلت أمي وبحب الديوف بتوائي فبغشيشكم بطريقة لطيفة يعني معنا بامية والأحمداني يعني بامية باللحمة الضاني تجري بامية باللحمة الضاني بدي أكلة مصرية موسكة حل بمروح بآخر الدنيا هي مصرية البامية بالذات حل معنا صدور فراخ وبقسمات وبيض راخباني راخباني انت مسهلها عليها صح؟ حلا والله العزيزي انت هتغشيشك فمسهلها عليها بقول المأدير بالتوالي يعني طيب معنا النهاردة دقيق وخميرة وسكر وتركاية الشيف معلتين نشا ومعلاقة ملح لا دي صعبة دي بس ممكن تبقى لا ممكن تتعمل كل حاجات كتير قوي بس هي مشهورة جدا في شهر رمضان واول فيجر رمضان منشوفها بلابل بلابل كده صغير هي زلابيا عشان أنا بحبها فأنا فترة طريقتها نجحت في الاختباط كده نيوم عشرة عشرة هي زلابيا هي عوامات هي لقيمات هي لقمة القاضي لها أسام كتير مشهورة في الدول العربية وهنا يعني إذن المينيو بتاعنا النهاردة بعد إذن السادة المشاهدين بضيفة النهاردة وهي مش ضيفة هي طبعا صاحبة المكان وفي بيتها معانا طاج البامية باللحمة الضاني معانا صدور فراخة هنعملها بني بتركيا كده وتطلع معاك كريزبي وما تفكش منك في قلب الزيت معانا الزلابيا اللي هي العوامات اللي هي لقمة القاضي هنعملها النهاردة بتعم مختلف وبطريقة سهلة للمبتدئين في المطبخ زي الأستاذة بس سادة للمبتدئين في المطبخ تقدر انها تعمل لجوزها الزلابيا وطبعا معانا شربة لسان العصفور الله تحبيها انت دي خاصة لو شربة اللحمة الضانية ولازم الشربة تبقى على صفرة رمضان لازم الشربة والسلطة الله يشاف دول مرد طيب